الزملاء العزاء نواب شعب مصر بقلوب دامية ونفوس مكلومة تابعنا جميعا مقترفه بكل وحشية وهمجية الكيان الإسرائيلي المحتل بقصفه المستشفى الأهل المعمداني بغزة والذي راح ضحيته عديد من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح فهذا الكيان الغاصب لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية فحسب بل إنه قتل الإنسانية مع صبت الإصرار والترصد فما تقوم به القوات الإسرائيلية المتعجرفة من أعمال عدوانية غاشمة تجاه الفلسطينيين العزل وتدمير ممنهج للمنشآت المدنية لا يعد دفاعا سرعيا فشتان الفارق بين حق الدفاع الشرعي المكفول بموجب القانون الدولي والعمل العدواني الذي يشكل أخطر أشكال اللجوء غير الشرعي للقوة الزملاء العزاء تواجه القضية الفلسطينية منعطفا هو الأخطر في تاريخها بما له من تداعيات شديدة الخطورة قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها فمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء إلى مصر هو جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية وأعلنها صراحة من تحت قبة مجلس النواب المصري أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مسانداً وملتفاً حول قيادته السياسية وقواته المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر